السلام عليكم شباب 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 اشتركوا بخير معكم ما يتفتحي والنهاردة حلقة جديدة عن جهات الاتصال المحفوظة على الفيسبوك سواء كنت بتستخدم تلفون او بتستخدم كمبيوتر عشان ما اطولش عليكم نبدأ الحلقة بسم الله اول حاجة نفتح ماتجر جوجل بلاي وهنسبب التطبيق من رير لفك الملفات المضغوطة وفتح الملفات المضغوطة عشان نقدر نفتح ملف جهات الاتصال اللي احنا هنحمله من الفيسبوك كمان لو انت عند الكمبيوتر او لاب وهزل الملف ده عليه فلازم برضو برنامج لفتح الملفات المضغوطة في الكمبيوتر او اللاب بعد كده هنفتح متصفح جوجل كروم او اي متصفح انترنت موجود عندك وبعد كده هتدخل على الفيسبوك سواء كنت هتبحث عن الفيسبوك او عندك الفيسبوك مضاف على طول بعد كده هتسجل دخول بحسابك على الفيس هنروح على الاعدادات وهنختار برضو المتصفح لو انت فاتح من جوجل كروم لكده الروح لمعلوماتك على الفيسبوك فيه حاجة هنا هتلاقيها على هما اتنين هي checkout الوصول الى معلوماتك تاني هي تنزيل معلوماتك الأخر حاجة الروح الى الوصول الى معلوماتك وده في حالة ان انت استطفح جهات الاتصال المحفوظك elevator هتنزل لتحت كده تنزل برضو لحد ما تلاقي معلوماتك وهنا هتروح على الملفات الشخصية او المعلومات الشخصية هتلاقي دفاتر العناوين هنا هتروح على دفتر العناوين الخاص بك اختار برضو المتصفح يوجه هاك لجهات الاتصال المحفوظة اه على الفيسبوك او اللي انت رفعتها من خلال تطبيق الفيسبوك طب عاد ستشوف باجا جهات الاتصال اللي هي اترفعت من خلال المسندر فهتروح على اتعرف على جهات الاتصال كنت بتحميلها في مصنجر. اخطى عليها كده. يجيب لك جهات الاتصال اللي اتحملت من مصنجر. وبحضرتك عايز تحزف الارقام دي او تحزف جهات الاتصال دي. هتروح على حسف الكل وتخلي بقى لك. قم حزفت جهات الاتصال فمش هترجع تاني. ده كده هنرجع وندخل على الاعدادات من جديد. بعد كده هنروح معلوماتك على فيسبوك. كل مرة ده باجة هنروح على تنزيل معلوماتك. طبعا هتلاقي محدد لك كل الخيارات اللي انت شايفها دي. فهتروح على تحديد الكل. كده تنزل لحد المعلومات الشخصية. وبالكده هتروح باجة على معلومات شخصية اخرى. هو ده المكان الجديد لجهات الاتصال. كما بتحدد معلومات شخصية اخرى بس فقط لغير. تنزل برضو تكمل لتحت كده هتلاقي نطاق التاريخ. نطاق التاريخ باجة لو انت فتح من الكمبوتر مش هتلاقي محدد لك كل بيانات كده وهتلاقي انشاء ملف دي مش مفاعلة. فلازم ان انت تتحدد نطاق التاريخ او تختار كل الاوجات عشان آآ زر انشاء الملف ده يظهر لك. التنسيق باجة يا اما اتش تيم ميل يا اما ده مش هشتغل من على التلفون وهتشوف دلوقت ليه. الاتش تيم ميل هيشتغل من على التلفون. اما السخطين في حاجة ذاتهم هيشتغلوا من على الكمبيوتر. ولكن دي حاجة على حسب استخدامك. فيفضل لو انت عايز تتصفح آآ جهات الاتصال بس. فيفضل انت خليها عشان تقدر انت تفتحها من خلال التلفون. تودة الوساط ده طبعا مش هتفرج عالية او منخفضة وبعد كده بطوح على انشاء ملف. طيب بعد كده لو لاحظ في طلب النسخة وبعد كده النسخة متوفرة حولك على النسخة المتوفرة وهنا بيقول لك ان الطلب لسه ميزان معلق. طبعا الطلب ده ممكن ياخد من ساعة على حد اربعة وعشرين ساعة بعد التهليسات الاخيرة لان جبل كده كم ممكن ياخد ساعة ولا ساعتين ولكن دراكته ممكن يجد لحد اربعة وعشرين ساعة. كما طربت النسخة باجا هتستنى اشعار هيوصل لك على الفيس. الاشعار ده اول ما وصل لك هتروح عليه وتدخل عليه وبعد كده هيطلب منك بسورد الحساب. بعد ما نطلب بسورد الحساب وبعد كده بتبدأ ان انت تنزل الملف من على المتصفح سواء كالتلفون او كام كمبيوتر. بعد ما بتنزل الملف باجا وجدت في اول حاجة ان احنا نزل نحمل تطبيق بالتلفون وكمان نحمل برنامج للكمبيوتر اللي احنا هنفتحه من عليه. كده بتروح على او المكان اللي الملفات بتنزل عليه عندك من على جهازك وغالبا هي واحدة تخزين الداخلية. كده بتلاقي الملف بالشكل ده او باسمه ورقم الخاص بالبروفايل وهتلاقيه بالصيغة دي كده على شكل كتاب او ممكن ما يكونش مجمع. فلازم تحمل تطبيق عشان تبدأ تفتح ملف ده. اخطع ملف كده وهيبدأ يفتح معه. بقية مش هتلاقي جير وهو ده المقصود او هي دي جهاز الاتصال. هتدخل جواه كده هتلاقي دوت جيسون ده انا بستخدمه عشان بفتح ملف ده من على الكمبيوتر. الصيغة دي مش هتفتح من على التلفون بس هتفتح معاك من خلال الكمبيوتر. اما لو سخط الملف فهتفتح معاك من التلفون تبدأ لانت تصفح جهاز الاتصال بشكل كامل. وكده اكون وصلت لنهاية الحلقة ان شاء الله بتسفاده لو انت تجد معنا في قناة اشترك في قناة واتفعل الدرس عشان توصل بالاشعارات الجيدة ان شاء الله. ما تساعدك اي سفصار او اي سعال او اي مشكلة توصل معي من خلال الروبط المذكورة في الوصف من تحت ومن خلال الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.